بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبت بريب وان تعالوا نكمل كلامنا ونفهم أكتر عن الفورسز اللي موجودة حوالينا في النيتشر ونعرف عنها معلومات أكتر بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير وكمنت على الفيديو وتنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجرام كل اللينكات دي ومعاهم لينك الملزمة اللي بنشتغل منها في الفيديو هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس سندوق الوصف تحت الفيديو يلا نكمل سوا لليسون وان من يونت تون لو جينا نكمل كلام بقى عن الويت اللي اتفقنا إن الويت دي الفورس اللي الإيرث بتعمل لنا أتراكشن بيها نلاقي الرول الجميل ده الرول ده بيقول إيه احنا قريجي خدناه الترمي اللي فات بس نعيد تين الترمي اللي فات كنا بنقول الـ W equal M by 10 احنا خلاص كبرنا وفهمنا إن الويت ده هو الماس بالكيلو جرام بس بشارت هنعمل لها باي الـ Gravitational Acceleration اللي هي بتاعة الـ Earth يونت بتاعتها اسمها Meter Per Second Power Two وحنعرف دلوقتي إن الجرافيتي دي بتتغير يعني ما هياش 10 زي ما كنا بنقول الترم اللي فات الـ Gravitational Acceleration دي Change Change على حسب حاجتين يحصل لهم Change فهي كمان يحصل لها Change الحاجة الأولانية لو أنت قربت أو بعدت من Center of the Earth بالعقل كده لو قادي اللي سفير بتاعتنا اللي هي الـ Earth وادي Center of the Earth اللي بيشدنا ناحيته وأنا واقف هنا على الـ Earth واحد تاني صاحبي واقف على جبل كده بالعقل كده أنا قريب من Center of the Earth وصاحبي ده بعيد عن Center of the Earth فطبيعي جدا إن الـ Attraction Force بتاعت Center of the Earth حتقفكت على صاحبي أكتر من بالعقل كده لو ماما أيما تضربني وأنا قريب وأنا بعيد من اللي هتعرف تضربني فيها أقوى أو الفرس بتاعتها تبقى بينك لو أنا قريب هو نفس الفكرة كل ما احنا بنعمل move Downward أو move Approaching للـ Center of the Earth الـ Gravitational Force تزيد وكل ما الـ Distance ما بيني وما بين الـ Center of the Earth يحصل لها Increase يعني Move Away From the Center of the Earth لأي إن الـ Gravitational Force يحصل لها Decrease فالـ Weight بتاعي كمان يحصل له Decrease يبقى أدي أول فاكتور أفكت على الـ Gravitational Acceleration هو Approaching أو Move Away From the Center of the Earth قلنا لو Move Away لو بعدنا عن الـ Center of the Earth الـ Gravitational Acceleration Decrease فيبقى برضو Weight Decrease ولو الـ Gravitational Acceleration بت-Increase إمتى فحالة إن إحنا بنعمل Approaching للـ Center of the Earth طيب دي أول حاجة تاني حاجة Transfer From one place To another On Earth's surface لا مش فاهم يميس بالراحة كده أنتو بتاخدوا في السوشيال أو أريدي خدتوها التيرم اللي فات حاجة كده بتقول إن الإيرس بتاعتنا ما هياش Spherical أوي هي Non-Spherical هي عاملة شبه الأوفل يعني شكلها مدية على كده شوي لو إدي Center of the Earth والدستانس دي اللي هي من الساوس بول للنورس بول أصغر شوية من الإكويتشر بتاع السل طبعا ما تحسبونيش على الرسم يعني أنا لو أنا عندي إن السفير دي ليها 2 دامتر فهم 2 دامتر ما هياش قد بعض أنا عندي الديامتر اللي هو connect ما بين الساوس والنورس بول ده smaller than الديامتر بتاع الإكويتشر فطبيعي جدا إن الـ object اللي موجود هنا والـ object اللي موجود هنا مش هيبقى ليهم نفس الويت لأن ده قريب من center of the earth وده بعيد عن center of the earth فحتبقى الويت بتاعنا في الحتة اللي هي عند الساوس بول والنورس بول more than الويت لما يبقى عند الإكويتشر قلنا ليه علشان الديستانس between the two pool less than the distance between the center of the earth والإكويتشر طيب إحنا كل ده نفتكر اللي بيحصل له change لو غيرنا الplace بيحصل له change لو رحنا بعيد بيحصل له change لو قربنا من center of the earth كل ده الويت الفاليو بتاعة الماس بتاعة الobject doesn't change لو غيرنا place بتاعها ومالإمتى يحصل لها change لو غيرنا amount بتاع المت يعني لو حضرتك كده عملك رجيم وخصيت قصعتها الماس بتاعتك تزيد لكن مش لو سافرت مكان تاني الماس بتاعك يزيد لا الويت اللي بتتغير لو غيرنا place لكن الماس ما بتتغير شي غير لو غيرنا amount of matter يعني الحاجات اللي موجودة جو المت نفسها تتغير ساعتها ساعتها بس ممكن نقول ان الماس تتغير طيب احنا بكده خلصنا جزء الويت عرفوني لو محتاجين على البروبلم دي فيديو كامل ليهم انا شايف ان هي بسيطة بس لو انتم محتاجين برضو عرفوني في الكومنت تحت الفيديو علشان نعمل تعالوا نكمل كلامنا ونشوف اهم الـ give reason اللي related بالجزء ده اول give reason معنا بيقولك اللي احنا بنسأل عنه ليه الماس دي remain constant لو عملنا changing للposition علشان الماس دي دي fixed property للobject الماس دي هي amount of matter اللي موجودة في الobject doesn't change by changing position عكس بقى الويت الويت عادي بيعمل change لو غيرنا place ليه علشان الويت ده قلنا مش بتاع object الويت ده بتاع place كل ما earth is gravitational acceleration يحصل لها change الويت كمان يحصل له change معاها الحدودة الثالثة بقى ودي logic خالص يا جماعة ييجي يقولك ليه الويت على طول اكبر من الماس ما طبيعي جدا ماه الويت باي gravity يعني الويت ده الresultant بتاع multiplication الماس والgravity فطبيعي جدا ان لازم يبقى اكبر من الماس يبقى علشان it's equal multiplying الماس by the gravitational acceleration الكوستشن اللي بعد كده اللي احنا لسه حكيين ليه الويت بتاع الobject في south pole او north pole greater than الويت بتاع الobject على الاquation قلنا ليه؟ قلنا علشان the gravitational acceleration في south pole greater than الاquation تاني فورصة هنتكلم عليها هي الالكتروماجنيتك فورص الالكتروماجنيتك فورص دي معناها ان الالكتريستي ليها اخت تانية اللي هي الماجنيت احنا من ساعة ما بدينا نتكلم في الانيرجي عرفنا ان كل انيرجي وليها اختها kinetic energy واختها potential energy انه بناخد في primary 5 heat energy واختها light energy نفس الكلام الالكتريك انيرجي والماجنيتك انيرجي اخوات وده معناه ان لو عندك electric current تعرف تجيب منه ماجنيت عادي او النهار ده هنلعب اللعبة دي انا عندي 3 devices هكولي الحدوطة دي كويس اول device معنا اسمه electro magnet الالكتروماجنت ده structure بتاعه عبارة عن coil wire تمام يعني عندي كده wire من اللي بنوصله في بيوتنا ده اللي موصل كل electric devices اللي موجود هنعمل له coil حوالين root iron او حتى iron نجيب مصمار كده ونلف حوالي ونوصله بالباتري نلاقي على طول ان electric energy اللي موجودة جوه الباتري دي حصل لها change ودتني magnetic energy الحدوطة دي انتو خدتوها قبل كده في primary 5 تعالوا نشوف شكل الالكتروماجنت ده شكل الالكتروماجنت اي دي الباتري واي دي الكابر وير وعملنا له coil حوالين الroot iron او الiron اي دي اللي لقين سبحان الله بقى ماجنت بس الماجنت ده temporary ماجنت يعني ايه temporary ماجنت يعني طول ما فيه electricity حيديك ماجنت وانس ان الباتري دي خلصت الالكتري اللي فيها او الكابر وير ده تقطع لاي سبب من الاسباب خلاص الiron ده رجع iron عادي ولوز الماجنت بتاع الحدوطة دي بنستخدمها في اشكال كتيرة منهم مثلا الالكتري كونش اللي هي الكرانز اللي هي الوينش الكبيرة او اللي بنشوفها في المطارات والمصانع اللي بتشيل البلوك بتاعت الiron حتة الحديد الكبيرة او دي احنا مش بنجيب ناس تشيلها على ظهرها احنا بنجيب وينش وفي الالكتروماجنت ده يسحب منها الاول ما نوصل الالكتريستي يقوم رافع الiron بلوك تلزق فيها ويفضل ماشي واول ما خلاص عايزين ننزر الحاجة دي تاني كت الالكتريستي فده يلوز الماجنتيك فورس بتاعته والiron بلوك تقع والحد وتخلص الالكتري كوينش او الكرين في بيوتنا كمان الالكتري بل جوا الالكتروماجنت تاني ديفايس عندنا اسمه الالكتري جنيريتر او بنسميه الدينا الالكتري جنيريتر يعني حاجة بتجنيريت الالكتريست يعني ايه جنيريت يعني جيف الالكتري هي دي حاجة هتدينا الالكتري بس حتاخد ايه حتاخد ميكانيكا الالكتر يا ميس مش احنا الكلام على ان عندي ماجنت ويتشينج الالكتري اللي جاب الاميكانيكا او مهي сл ميكانيكا دي يعني كايناتك انرجي الكايناتك انرجي اللي هتحصل الابجيكت اللي هيتحرك فيديني الميكانيكا الانيرجي دي هو أصلا ماجنيت علشان الحدوتة فيها ماجنيت اتكلمنا عليهم في الجروب بتاع الالكتروماجنيتك فورس يبقى الميكانيكا الانيرجي حصل لها تشينج الالكتريك انيرجي في حاجة اسمها الدينامو زي مثلا اللي موجود في البايك طبعا مش ده الدينامو اللي في البايك احنا بنقول ايجزامب في البيكس الناس اللي عندهم عجل حديث وبتاع السبق وكده تلاقي فيه لامب وراء في العجلة من وراء كل ما الولد اللي ركب العجلة ده يبدل بالعجلة اكتر نلاقي اللامبا دي نور هي اللامبا دي ووحنا عندنا بطارية بقى في العجلة بتخلي اللامبا دي تنور لا الموضوع كله ان الدينامو ده موصلينه في الويل بتاعة العجلة فكل ما الويل ده يتحرك متوصل فيه الدينامو اللي هو حواليه كده ماجنة حواليه كده اهو كاينيتك انيرجي جوه الماجنة فيقوم يديني الالكتريستي وينور اللامبا والدنيا تبقى تمام تالت ديفايس معانا عكس ده بالزبط اللي هو الالكتريك موتور وده بنشوفه موجود مثلا في ظهر المروحة لما بنشغل في بيوتنا المراوح تلاقي كده المروحة ليها ظهر من وراء او ظهرها ده مستخبي فيه الموتور ده الالكتريك موت ده تشينج الالكتريك انيرجي الميكانيكا الانيرجي يعني عكس ده من الالكتريك لميكانيكا زي الموتور اللي موجود في الفان واللي موجود في الميكسر الميكسر اللي هو اللي مما بتعمل لنا فيه العصير ده نكمل كلامنا ونشوف اخر نوع من الفندامنتال انيرجي بعد ما اتكلمنا عن الجرافيتشنال فورس وعن الكتروماجنيتك فورس نشوف النيوكليار فورس النيوكليار فورس دي الفورس اللي ستورد جوه النيوكلياس بتاعت الاتوم احنا كنا خدنا زمان ان الاتوم دي جواها بوزطف بروتون ونيوترال نيوترال اهو جواهم بقى فورس كبير اوي اسمها على اسمهم اسمها نيوكليار فورس الفورس دي ممكن نطلع منها ويك نيوكليار فورس وممكن نطلع منها سترونج نيوكليار فورس الويك دي بنستخدمها في الخفيف كده حاجة اسمها ريديو اكتف ايليمن ونستخدمها في الحاجات البسيطة زي الماديسن وزي الاندستري وزي الساينتفيك ريسيرش اما السترونج دي بقى بنطلع منها انرجيك بي رقوي اسمها نيوكليار انرجي والنيوكليار انرجي بنستخدمها في حاجتين حاجة حلوة قوي وجميلة اللي هي بريديوسينج الالكتريك انرجي اللي مصر بتحاول تعملها مصر بتحاول تعمل نيوكليار ريكتور في الضبع لو تسمعوا عنها علشان نعمل جنوريت للالكتريستي احنا محتاجين الكتريستي كتير قوي والسد العالي اه مش مأثر معانا بس احنا محتاجين انرجي اكتر فبنحاول نعمل النيوكليار ريكتور ده علشان نقدر نجيب منه الالكتريك انرجي تكفينا وما نحتاجش ان احنا نجيب من اي سورس تاني وممكن نستخدم النيوكليار فورس دي اللي هي السترونج زي القنابل بقى النووية والاغراض الحاجات الايه العسكرية والحربية والحاجات دي فدول بتاع السترونج نيوكليار فورس البيتوسينج الالكتريك انرجي والميليارتي بيربوسي بكده حبيبي نكون خلصنا لسن وان ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر